في وجبة هامبرغر صديق يدس السم لصديقه وهم يتناولون العشاء سوية قصة العشاء الأخير للمغدور علاء حدثت في حي العامل ببغداد حاول القاتل أن يطفن المقتول في حفرة مقابل بيته لكنه لم يفلح فأبلغ بعدها ذويه بوفاته وشارك في التشيع كفاقد عزيز وعند التحقيق اعترف بجريمته عائلة المقتول لم تكن تتوقع يوما أن صديق ابنهم قد يلحق الأذى به وعند اعترافه استنتجوا بأنه هو من حاول قتله قبل عام وعن طريق السم أيضا لكن المحاولة فشلت في حينها فيطالبون بالأعدام للقاتل هو صديق الروح بالروح يعني شو نقول مثلا يفدي بروحها هاي بس ما يخللنا على بانه سامة وقاتلة ويعني منفذ به هاي الجريمة البشعة الغير الإنسانية المخططة لها تخطيط دقيق إجرامي وكون عنده كون عنده سجل إجرامي سابقا محكوم أربع سنوات هو المتهم نطالب سيد رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني المحترم ورئيس وزير الداخلية عبداليمير الشمر المحترم بتنفيذ أقصى العقوبات وهو الاعدام وتنفيذها أمام البيت لم تستفق عائلة علاء من الصدمة بعد لا يعلمون سبب القتل الأكيد حتى الآن لكنهم يتوقعون بأن الدافع هو المال فيما تزال القضية رهن التحقيق وعند اكتماله ستتضح الصورة بالكامل من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير